رأى مقربون من زعيم التيار الصدري مقتدى الصادر إن إصرار أصحاب القضية على مبايعة الصادر رغم تحذيره لهم أكثر من مرة هدفه التشويش على تيار وتشويه سمعته وبينا المقربون من الصادر إن أصحاب القضية مدفوعون من أطراف سياسية شيعية وبدعم من إيران للتحول فيما بعد إلى فصيل مسلح أو كتلة سياسية كما جرى مع أطراف كانت قد انشقت قبل سنوات عن الصادر كما لم يستبعدوا أن يستخدموا العنف وكان الصادر قد منع أصحاب القضية من حضور فعاليات التيار الدينية قبل أن يغلق بعض المؤسسات تابعة له ويلغي حدثة سنوية لذكر اختيال والده محمد محمد صادق الصادر